أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن منهجية عمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ انطلاقتها مع مطلع العقد الماضي نموذج إيجابي لترسيخ دور التنافسية المستدامة في القطاع الخاص ووجه سمو وزارة المواصلات والاتصالات لأن يتم التعاون مع الهيئة للإسراع في إعداد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات للبناء على الإنجازات المتحققة في هذا القطاع والتي حظيت بالتكريم الدولي مؤخرا متمثلا في منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقع جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاتحاد الدولي للاتصالات لما قدمه سموه من دعم لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة تطوير مسارات التنمية المستدامة وقال سموه لدى لقائه سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ومجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في قصر القضيبيا اليوم قال إن عمل الهيئة يجب أن يستمر في استعاب المستجدات في عالم الاتصالات ليرفد ما حققه هذا القطاع في البحرين كونه الأول في الشرق الأوسط الذي تم تحريره بشكل كامل وأضاف سموه أن استمرارية عمل الهيئة على أسس الاستقلالية والتعامل بشفافية وتساوين مع جميع شركات الاتصالات في مملكة البحرين هو مما يكفل أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمساهلكين ويدعم تطوير السوق وخدمة متطلبات التنمية وأشار سموه إلى همية ما تقوم به الهيئة من تعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير الخطة الوطنية للاتصالات بشكل دوري بما يعزز مردود هذا القطاع وموقعه الحيوي ويقوّل أطر التنظيمية لأنشطته المقدمة على مختلف المستويات وأشهد سموه بجهود القائمين في هيئة تنظيم الاتصالات واضطلعهم بمسؤوليتهم في متابعة كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتلبية احتياجات المستهلكين من الأفراد والمستثمرين وضمان معايير التنافسية بما يخدم تواصل نمو هذا القطاع الحيوي من جانبهم أكد أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الالتزام التام بأهدافها من أجل ضمان تقديم مستويات عالية من الخدمات في قطاع الاتصالات وتدعم ما حققته المملكة من تقدم ملموس في هذا المجال إقليميا ترجمة نانسي قنقر